أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي علي بن أبي طالب نيابة عني وعن والدي ووالدي والدي طاعة قربة إلى الله تعالى السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضلي نعمائك ذاكرة لسوابغي آلائك مشتاقة إلى فرحتي لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك ثم ضع خدك على القبر وقل اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبول الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزللا من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضيها وجوائز السائلين عندك موفرا وعوائد المزيد متواترا وموائد المستطعمين معدا ومناهن الضماء مترعا اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهام ناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق وجعلها العليا وأدحض كلمة الباطلي وجعلها السفلا إنك على كل شيء قدير وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين